السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرهبا بكم عزان المشاهدين في سؤال جديد من أسئلة فكر فيزيائيا وسؤالنا اليوم تعلق بالكهرباء والدوائر الكهربية السؤال بيقول كالتالي إذا افترضنا أن لديك مصباحين A و B يتشابهان في كل شيء ما عدا فتيلة المصباح B أكثر سمكا من فتيلة المصباح A إذا علمت أن كل مصباح متصل على مقبس كهرباء جهده 220 فولت كما هو موضع في الشكل واحد وهي الشكل واحد هاي المصباح A على 220 فولت وهاي المصباح B على 220 فولت والاختلاف الوحيد أنه الفتيلة تبعت B أكبر من فتيلة أو أكثر سمكا من فتيلة A وطبعا هذا بشدك لموضوع قانون أوم والمقاومات طيب الآن هل ستكون إضاءة المصباح A أعلى؟ ستكون إضاءة المصباح B أعلى كلها ما سيكون لهما نفس الإضاءة الفرع الثاني من السؤال أنه أنا وصلت المصباحين هدولة A وB على نفس المصدر الجهد والتوصيل زي ما أنت شايف هو توصيل على التوالي طيب هل ستتغير الإجابة؟ هل ستكون إضاءة المصباح A أعلى؟ إضاءة المصباح B أعلى؟ أم أنه لهم نفس اللي هو نفس الإضاءة؟ عشان نحل هذا السؤال طبعا خلينا نراجع معلوماتنا على قوانين الأوم والمقاومة والقدرة الكهربائية وكيف بدنا نحاول نسخر هذه القوانين لاستنباط الإجابة الصحيحة وهيك إحنا نكون حققنا فائدة علمية كبيرة في أنه إحنا بنراجع مع موضوع الفيزياء من خلال فكر فيزيائيا وأسئلتها المتنوعة طيب الآن لو أنت دي جيت تفكر في السؤال بينك وبين نفسك حتيجي تقول مباشرة أنه فتيلة المصباح A أصغر وبالتالي وقومتها أعلى وبالتالي طالما قومتها أعلى معناته هتسخن أكثر وطالما هتسخن أكثر معناته شدة إضاءتها أعلى طيب افرض أنت طرحت هذه الإجابة وأنا في الصف قلتلك طيب كيف هترد علي لو أنا قلتلك اعتبر سماكة المصباح B هي عبارة عن مجموعة من الأسلاك تاعت A وجمعناهم مع بعض معنى ذلك أنه هذه الأسلاك كلها هتعمل على شدة إضاءة أعلى لأنك أنت جمعت عدة مصابيح مع بعض طيب خلينا تشوف الآن قوانين الفيزياء كيف بدأت توصلني للإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة هتيجي من خلال تفسيرنا لهو ماذا يحدث طيب أول شغلة بدأت تعرفها أنه إحنا بنعرف أنه المقاومة R المقاومة R هذه طبعا إعبارة عن رو اللي هي المقاومة النوعية مضروبة في طول السلك على مقسومة على مساحة المقطع إذن أي سلك له مقاومة تعتمد على نوع المادة وطول السلك وتتناسب عكسيا مع ساحة المقطع إذن مقاومة R B إذن بستنتج من ذلك أنه R B أقل من R من R A هذه أول استنتاج طيب الآن ما علاقة شدة الإضاءة شدة الإضاءة في اللي هو موضوعنا اليوم شدة الإضاءة بتعتمد على مقدار الطاقة اللي بتستنزفها المصباح من البطارية وإحنا بنعرف مقدار الطاقة أو مقدار الباور ال-B هيعطى بالعلاقة I في V مزبوط ولا لا طيب الآن بدك تجي تسأل حالك سؤال اللي حيكون له باور أعلى هو اللي حيكون شدة إضاءته أعلى طيب الآن لاحظ هنا أنا إيش بدي أعمل بدي أطبق القانون هذا تبع الباور على المصباح A وعلى المصباح B فالمصباح A حيكون إيش تعباره عن I I A في V وال-V هنا طبعا ما كتبتش A وB لأنه لهم نفس قيمة الجهد وبالتالي الجهد اللي موجود على المصباح A 220 فولت والجهد المصباح والجهد الموجود على أو المطبق على المصباح B هو برضو 220 فولت طيب ماذا عن اللي هو الباور تاعت B إذن I B في مين في V هذه اللي هي حتعطيني اللي هو هذه هي حتكون الباور تاعت B وهذه الباور تاعت A بالمنطق ال-I A أكبر ولا ال-I B أكبر ال-I B أكبر من I A ليش؟ لأنه مقاومة مقاومة B أصغر وبالتالي حتستنزف تيار أعلى طالما المقاومة أقل وبالتالي التياسة بحيكون أكبر إذن I B في V أكبر من I A في V وهيك إنت بتستنتج إنه الباور تاعت B أكبر من الباور تاعت A وبالتالي شدة إضاءة B أكبر طيب ممكن برضو نفكر في السؤال هذا من ناحية أخرى كيف من ناحية أخرى؟ إنت برضو بتعرف إنه الباور خلانا نيجي نقول الباور برضو إيش بتساوي؟ بتساوي I تربيع I تربيع في R نظبوط كده ولا لا؟ طيب خليه برضو الآن نقارن مرتان هل القانون هذا حيوسل للنفس النتيجة ولا لا؟ طيب إذن أنا بتكلم على I تربيع لمين لا A؟ I تربيع A في R A وبدي أحط هنا I تربيع لمين لا B في R B طيب الآن هتجي تقولي المقاومة R A كبيرة وتيارها صغير أما المقاومة R B فهي صغيرة لكن تيارها كبير طيب مين تأثيره أكبر؟ التربيع ولا اللي هو عس واحد؟ أكيد التربيع وبالتالي الـ I تربيع هادي I تربيع هادي هتكون أكبر من I تربيع تاعت الـ A وبالتالي هستنتج من ذلك إنه برضو هذا القانون حيودينا لإيش إلى إنه اللي هو إنه B الباور تبعت B أكبر من الباور تاعت A وفي الحالة هادي برضو بحكم على شدة الإضاءة تاعت B أعلى برضو ممكن تيجي تقولي في قانون تالت آه في قانون تالت إيش الباور تالت إنه الباور بتساوي V تربيع على R صح ولا لا؟ طيب قسم لي هذا لنعين هالكتر بتيجي هنا بتقول لي الباور A إيش دا تساوي بتساوي V تربيع على R A والباور تبعت B الباور تاعت B إيش دا تساوي بتساوي V تربيع على R B أنا هنا ما كتبتش للV A و B لأنه الفولت واحد وبالتالي لاحظنا إنه الباور تتناسب عكسيا مع المقاومة إذن كلما زادت المقاومة قلت مين قل الباور طيب مقاومة هادي مقاومة هادي كبيرة وبالتالي الباور تبعتها أصغر هادي مقاومتها صغيرة هادي مقاومتها صغيرة لأنه أصغر من A وبالتالي الباور تبعتها أعلى لأنه بنفس المنطق قدرنا نحصل على إنه الباور تبعت B أكبر من الباور تاعت A وهي كنت بتكون رجعت كل قوانين الفيزية تبعت القدرة وقانون أوم وقدرت تستنتج الإجابة بشكل منطقي وعلمي باعتمادك على الجهد والتيار المار في كل دائرة وبتستطيع أنك تقول إنه إجابة هذا السؤال هي إنه بي ستكون شدتها أعلى هيك إحنا بنكون وصلنا للإجابة الصحيحة من خلال تطبيقنا لقوانين أوم والقدرة الكهربية مرة تانية بقول لك شدة الإضاءة تعتمد على القدرة المستنزفة من البطارية وإحنا حسبناها خلينا نطبخ هذا الكلام على الدائرة التانية والدائرة التانية كالتالي بنا نجي نحللها أول ما تطلع في هذه الدائرة هدولها عبارة عن مقاومة خلينا سميها هذه R A وهذه بدأ سميها مقاومة تانية R B وإنت بتعرف طبعا إنه هذه التوصيلة هي توصيلة على مين على التوالي خصائص التوصيل على التوالي إنه التيار ثابت واللي بتوزع مين اللي بتوزع الجهد إذن هذا التيار اللي بمر في الدائرة هذا التيار I اللي بمر في الدائرة وبالتالي التيار هو ثابت طيب ماذا عن الجهد الجهد هيكون على المقاومة الكبيرة أكبر من الجهد اللي على المقاومة الصغيرة طبعا هذا قانون توزيع قانون توزيع الجهد وفي المحاضرة على اليوتيوب يريد تختارها هحط لك الرابط على المقطع حتى تقدر ريش ترجع لها طيب نستنتج من ذلك نستنتج من ذلك أنه الجهد تبع اللي هو الآن نحن بنتكلم على الجهد متغير الجهد متغير والتيار ثابت طيب الباور تبعتك ايش بتساوي بتساوي I في V نفس المنطقة اللي فات لكن هنا الجهد تبعي هو بتغير صار في عندي VA وصار في عندي VB خلينا مع بعض نشوف الجهد VA ايش بتساوي VA ايش بتساوي I في R A طيب والجهد تبع VB ايش بدي يساوي بدي يساوي I في R B طيب التيار ثابت صح ولا لا طيب R A ايش وضعها R A اكبر من R B صح ولا لا لانه هذا الكلام احنا استنتجنا من المعادلة اللي هو بتقولك انه R تساوي R في L على A و اذا كان نصف القطر قليل او مساحة المقطع صغيرة فما التالي المقاومة ايش كبيرة اذا R A اكبر من R B هذا ارغم واحد اذا V اذا مستنتج من ذلك انه VA A اكبر من مين اكبر من V B ممتاز طيب تعال الان عوضلي في موضوع البور عوضلي في موضوع البور هنا اذا مستنتج من ذلك انه البور A اذا تساوي بتتساوي I في مين في V A صح ولا لا اللي بتساوي I في ال V ايش بتساوي بتساوي I في R في R ايش اذا بتساوي I تربيع في R A طيب ماذا عن البور تبعت اللي هو المصباح B هتساوي بنفس الكيفية I في V B اللي هتساوي I تربيع في R B طيب ال بواضح جدا انه ال R A هنا R A هنا اكبر من ال R B اذا مستنتج من ذلك مباشرة انه البور تاعت A في المرة هذي اكبر من البور تبعت من B اذا شتة الاضاءة في الحالة ستكون لدى المصباح A هي اكبر من من المصباح من الصباح B والسبب في ذلك انها الجهد عليها هيكون اعلى والتيار ثابت في الكلا الحالتين لانه جهد المقاومة A اكبر من جهد المقاومة B وهيك بنكون احنا استطاعنا انه نوجد الحل تبع السؤال B لاحظ الفرع التاني شدة اعتداءة المصباح A هي ال اذا كل توصيل وإلها تقنياتها إلها مفاهيمها إلها قواعدها وبذلك احنا منكون مرة تانية ربطنا معلوماتنا واستخدمناها وسخرناها لحل هذا السؤال نراكم في حلقة جديدة من حلقات فكر فيزيئيا وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته